ويمكن أنت اليوم بتمر في هذه الظروف في آية كتير كتير بحبها في مزمور تلاتين آية اتنين هي صرخة يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني وحبا أنا لما بتكلم عن الشفاءات مش بس الشفاء الجسدي أنا بتكلم عن الشفاء النفسي والشفاء الروحي فاليوم حالات الخوف حالات الفشل حالات الكآبة حالات الحزن حالات البؤس حالات الشقاء حالات الجهل حالات الظلمة حالات وحالات كثيرة كلها بسبب العمق الروحي بسبب الظلمة اللي إبليس بحطها على أعين الناس بتعودش تستوعب بتعودش تشوف بتعودش تفهم فمحتاجين معجزة شفاء لتجديد الذهن ولشفاء الفكر ولفتح العيون لأن اليوم عم بيشوفوا الحق باطل والباطل حق عم بيشوفوا النور ظلمة والظلمة نور نحن في الشرق الأوسط غامسين في موضوع الدين لدرجة أنه عمان لألاف سنين والغرب أحبائي عم بحط الله على جنب وعم مندفع الثمن الكبير حتى الأمور الشازة صارت تعتبر قانونية مشرعة وأنه هذا الشيء الطبيعي والأغرب أنه الديانات الثانية غير المسيحية بتتحد مع هذه الأنظمة طبعا هني عندهم أجندة أنه عشان يعني يكونوا في الحكم لكن أستغرب أنه الكذب يستخدم كأداة أو كآلة حتى تصل الهدف تبعك فأنت عارف أنه مثلا بالشرق الأوسط فيه أشياء ممنوعة إزاي أنت بتوافق وبتندخب مثلا أشخاص اللي عارفين هني هاي الأشخاص ضد نظامك تستخدم القوانين على أساس أنك أنت تركب على السحابة أو تركب على أكتاف هؤلاء الناس تصل للهدف اللي أنت بدي إياك